موسيقى النشرة ورئيسية تاتيكم مباشرة من الجزائر الدولية لنبكو مشاهدين البداية بأبرز العنوي الاحتلال والصهيوني يرتكب مجزرة في جنين تسعة شهداء وعشرات الجرحة الاضرب يعوم محافظات الضفة الغربية خدادا ورئاسة الفلسطينية تعلن عن تعليق التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني وتدعو لحماية دولية عاجلة موسيقى اجماع على مشروع قرار لصالح القضية الفلسطينية في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر اتحاد مجالس دول الأعضاء في منظمة التعاون للسامي وقضايا همى ضمن أجندة الدورة السابعة عشر للاتحاد بالجزائر موسيقى سونتراك الجزائرية والساسول الجنوب الفرقية تطلقان أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين في إيطاليا الجزائر ترسم احتضانها مع عدى أبحاث منتدى الدول المصدرة للغنسة زيلنسكي يجدد رفضه التفاوض مع روسيا موسكو تصف إرسال الغرب دبابات إلى كياذ بالتدخل المباشر في الحرب وواشنطن تعين أول امرأة في منصب سفير لدى موسكو تسعون دقيقة تفصل المنتخب الجزائري عن افتكاك تأشيرة العبور للمربع الذهبي في بطولة أمم إفريقيا للمحليين واللبس التقليدي القسنطني يستهوي زوار المدينة موسيقى أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل في المستهل ارتفعت تحصيلة العدوان الصيونية المتواصل على مخيم جنين منذ فجر الخميس إلى تسعة شهداء بينهم سيدة مسنة وإصابة عشرين أخرين بعضهم جروحهم خطيرة ووصفت وزيرة الصحة الفلسطينية الوضع في جنين بالحرج للغاية مع لجوء قوات الاحتلال الصيوني لمنعي وإعاقة دخول مركبات الإصعاف إلى دخل المخيم لإنقاذ الجرحة بترسنتها الحربية وآليتها الثقيلة قوة الاحتلال الصيوني تقتحم مخيم جنين ثاني أكبر مخيم في الضفة الغربية اقتحام منذ ساعات الفجر الأولى والمشهد مدزرة دموية لم يسلم منها حتى الأطفال والمسنون العضوان الصهيوني الجديد على مخيم جنين يعد الأكثر دموية منذ الفين واثنين فقد خلف في حصيلة مرشحة للاتفاع تسعة شهداء وأضعاف ذلك من المصابين تعذر نقل بعضهم إلى مستشفى ابن سينة الذي كان هدفا لقوات الاحتلال باستخدام القنابل المسيلة للدموع الاقتحام الإجرامي لجنود الاحتلال بدأ في حدود الساعة السادسة صباحا حيث تم إغراق مخيم جنين بإنزال أمني لم يشهده الفلسطينيون منذ فترة إصابات بعدات كبيرة هذا الاجتياح لم نشهده من قبل هناك ضراوي في عدد الإصابات وعدد الجرحى الموجودين شاحنات مموهة مدعومة بمركبات مذرعة وآليات ثقيلة وما هي إلا دقائق حتى قطعت قوة الاحتلال التيار الكهربائي وشرعت في إطلاق وابل من الرصاص الحي وسواريخ أنيرجا وغيرها من القذائف على سكان المخيم أمام تواصل اقتحام جنين وتصد فصائل المقاومة الفلسطينية من الجهة المقابلة عملت قوة الاحتلال على منع دخول الصحفيين إلى المكان لتوثيق المتزرة وجعلت من المصعفين ومركبات الإصعاف هدفا رئيسيا لهجمتها المذبحة الصهيونية الجديدة شكلت حافزا للشعب الفلسطيني للالتفاف على فصائل المقاومة لرد بطش الاحتلال المتمادي في هدر دم الآمنين والعزل منتشيا بصمت العالم عن جرائمه الاستعراضية هذا وشيعت شماهير غفيرة من الفلسطينيين مساء الخميس جثمين شهداء محافظة جنين التسعة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني أثناء عضوانه على جنين ومخيمها وانطلقت مراصم تشيع شهداء من أمام مستشفى جنين الحكومي بجنزة شارك فيها ألف المواطنين حيث رفعت جثمين والشهداء على الأكتاف وصولا إلى منازل عائلاتهم في مدينة جنين ومخيمها وبلدتي اليمون وبرقين قبل الصلاة عليهم ومواردهم الثرى وردد المشاركون في مواكبية تشييع الهتفات المنددة بجرائم الاحتلال والداعية إلى الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لعدوان صهيوني مستمر وعمليات تصفية وإعداء في سياق النوذسلة استشهد شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر الخميس خلال مواجهة اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في نقاط عدة من الضفة الغربية بعد خروج مسيرات غاضبة تنديدا بمجزرة مخيم جنين وقالت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية أن شاب المصاب أحمد غنيم شقيق الشهدين محمد ونور من بلدة برقين غربي جنين وذكرت مصادر محلية تسجيل ثلاث إصابة أخرى بالرصاص الحي جراء المواجهات عند حاجز مستوطنة بيت إيل شمال شرق البيرة وأصيب مسعف بعيار مططية أعلنت الرئاسة والفلسطينية عن تعليق التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الصهيوني إثر المجزرة التي ارتكبها قوات الاحتلال في جنين وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبوردين أن التنسيق الأمني مع الكيان المحتل لم يعد قائما اعتبارا من اليوم مشيلا إلى أن السلطة ستتوجه إلى الجنائية الدولية لإضافة ملف مجزرة جنين إلى ملفاتها مضيفا أن الرئيس محمود عباس دع الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية شاملة لمؤجهة العدوان وقررت القيادة الفلسطينية التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي للدفع بتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ودعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان في ضوء العدوان المتكرر على أبناء شعبنا والضرب بعرض الحائط للاتفاقات الموقعة بما فيها الأمنية نعتبر أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائما اعتبارا من الآن كما نددت الرئاسة والفلسطينية بالصمت الدولي المريب بشأن ما يجري في جنين ومخيمها ونشدت المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية في وقت حملت الأمان العام لجامعة الدول العربية حكومة أو حملت الأمان العام لجامعة الدول العربية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المجزرة الدموية كانت مجرد لحظات من مجزرة الكيان الصهيوني في جنين حتى تصاعد الغضب الفلسطيني والتنديد العربي جراء الجريمة النكرى التي ارتكبها جيش الاحتلال في المخيم الرئاسة الفلسطينية قالت إن الصمت الدولي شجع حكومة الاحتلال على الاستمرار في استباحة دماء الفلسطينيين وارتكاب المزيد من الجرائم سيما في مخيم جنين على مرأة ومسمع من العالم مشددة على أن هذه الجرائم لن تثني الشعب الفلسطيني في حماية مقدساته وزارة الصحة الفلسطينية اعتبرت الوضع في المخيم حرجا للغاية جراء إصابات عديدة يصعب إنقاذها في ظل عدم التمكن من إخلاء المكان حتى الآن أمام منع قوات الاحتلال دخول سيارات الإصعاف إلى المخيم لنقل الجرحى وإصعافهم مناشلة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني وإنقاذ حياة أبناء الشعب الفلسطيني دعوات للمواجهة هكذا ردت الفصائل الفلسطينية على الجريمة حركة المقاومة الإسلامية حماس قالت إن الاحتلال لن ينجح في كسر شوكة المقاومة وإن المدى الثوري متواصل رغم استمرار الإجرام في الضفة المحتلة المجلة ترتكبها جيش الاحتلال صباح اليوم في مدينة جنين تؤكد الوجه العنصري الإجرامي لحكومة الاحتلال اليمينية الفاشية هذا العدوان إلى جانب استمرار الانتهاكات بحق الأقصى وبحق الداخل المحتل يعني أن هذه الحكومة مصرة على تصعيد الأوضاع المقاومة ستكون دائما جائزة لدفاع عن شعبها في كل مكان وهذه الثورة مستمرة متصاعدة حتى ترضي الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية حركة فتح أكدت أن العدوان الصهيوني الممنهجة والمتواصلة بقيادة حكومة نتنياهو سيقابله صمود الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات داعية إلى إضراب عام في الأراضي الفلسطينية وتصعيد المواجهة ضد الاحتلال الجامعة العربية رفعت سقف تنديداتها حين قالت إن قوات الاحتلال ارتكبت المجزرة بالأسلحة المحرمة دوليا مؤكدة أن الإعدامات الميدانية واستباحة المستشفيات يمثل استمرارا للحرب على الشعب الفلسطيني وفق معالم حكومة نتنياهو وفي الأثناء ومع توالي ردود الفعل الرسمية الفلسطينية والعربية شهدت محافظات الضفة بما فيها القدس إضرابا شاملا هدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني على جنين ومخيمها وتأتي ممارسة الاحتلال الصهيوني وعدوانه على الفلسطينيين لتعكس سياساته المبنية على استباحة الدم الفلسطيني للتفريج عن أزماته ففي وقت تعيش الحكومة الصهيونية اليمينية على وقع أزمات متعددة الأوجه تأخذ انتهاكاتها منحا تصعوديا خطيرا في سياق أسوأ أزمة انقسام سياسي واجتماعي يشهده الكيان الصهيوني تقترف قواته مجزرة مروعة في مخيم جنين شمال الضغفة الغربية بأهداف متعددة الأوجه جلها تصب في اتجاه صرف انتباه الرأي العام الداخلي عن الأزمات التي تعيشها سلطة الاحتلال وتقض مضجعها ما يعطي شرعنة مزعومة لسياسته التوسعية وبؤره الاستيطانية ولأن التاريخ يكرر نفسه باستمرار وبأشكال مغايرة بات من عادة حكومات الاحتلال الصهيوني استباحة الدم الفلسطيني لتفريج أزماتها وأكثر الحكومات تطرفا في تاريخ الكيان لن تشد عن القاعدة وقد رخصت منذ وصولها إلى الحكم لقتل نحو 29 فلسطينيا في الضفة الغربية وحدها منذ بداية جون في وبالنسبة لحكومة غير متجانسة تعيش أزمة خانقة فلا حرج من تصعيد عملياتها الإجرامية في حق الفلسطينيين ومقدساتهم بغية كسب تأييد المستوطنين المنقسمين والملوحين بالعصيان المدني بسبب قرارات الحكومة وتضاعف المخاطر الأمنية والاقتصادية المتابع للشأن الصهيوني يدرك حقيقة وخلفيات ما يجري في جينين وفي أنحاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بيد أن الكيان بات مصرحا لأزمات تضيق الخناق عليه آخر فصولها تضاعف الخلافات بين الحكومة والمعارضة بسبب تعديلات دستورية تنوي الأولى إقرارها للحد من صلاحيات المحكمة العليا التي قضت بعدم قانونية تعيين أريي دارعي وزيرا للداخلية والصحة وهو أول مسؤول في طاقم حكومة ناتنياهو يلقى مصير الإقالة عمليات التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية وغزة وغيرها تنظر وفق مراقبين باحتدام صراع الفلسطينيين ضد الاحتلال من خلال ردة فعل مقاوم لا يتوقف وهو ما يعد تحديا معقدا لحكومة الاحتلال نال مشروع قرار متعلق بالوضع في فلسطين إجماع ممثل دول المشاركة في أشغال الاجتماعات التحضرية للدورة السبعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة تعاون الاسلامي وقد حرص المجتمعون على مستوى لجنة فلسطين على تقديم بعض المقترحات وإثراء مشروع القرار بما ينصر القضية الفلسطينية خاصة في ظل ما تشهده من تطورات وأدرجت تعدة مقترحات في جدولي الأعمال للنظر والفصل فيها على مستوى الاجتماعات القادمة فيما شددت الوفود المشاركة على ضرورة ترجمة القرارات التي ستنبثق عن المؤتمر على أرض الواقع لتلقى صداها لدى المجتمع الدولي هذا وقد انطلقت الخميس بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماعات التحضرية للدورة السبعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة تعاون الاسلامي على مستوى اللجان وخلال الأشغال قال الأمين العام للاتحاد محمد قريشي نياس إن المحطة فرصة للتنويه بدور البرلمان الجزائري بغرفتها وسعيه الدؤوب إلى تعزيز مكاسب الاتحاد خاصة ما تعلق بقضايا الأمة الاسلامية من جهته أكد رئيس الغرفة السفلة للبرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي على ضرورة تجنيد الطاقات لتعامل مع الرهنات التي يفرضها العصر دعيا من جهة أخرى إلى ضرورة تسليط الضوء على التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة أن نتقدم بالشكر الجزيل للبرلمان الجزائري بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي والوطني على دورهم المتميز في نتاق اتحاد مجالس دول العضاء في منظمة التعاون الإسلامي وسعيهم الدؤوب إلى سيانة وتعزيز مكاسب هذا الاتحاد لما فيه خير الأمة الإسلامية ونحن على يقين من أن هذا المؤتمر الذي ينعقد حاليا في الجزائر سيشكل علامة بارزة في مسيرة الاتحاد وسيحقق النجاح الذي نتتلع إليه علينا أن نجدد طاقاتنا وجامعاتنا ومراكز البحث لنؤسس لمنهج ورؤية جماعية للتعامل مع رهانات هذا العصر وما أكثرها يجب على اجتماعنا هذا وعلى اللجنة الدائمة حول فلسطين دراسة متمعينة في هذه التطورات وتقديم التوصيات المناسبة في موضوع آخر بحث رئيس واركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنغريحة مع نظره الفرنسي الفريق أول تيغي بيركار سبل تعزيز علاقاته التعاون في المجالين العسكري والأمني في اليوم الرابع والأخير من سيارته إلى فرنسا حسب ما أوضحه بيان عن وزارة الدفاعية الجزائرية وزار رئيس واركان الجيش الجزائري في اليوم الثالث من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا المدارس العسكرية بصوميغ ليطوف بعدها بمختلف أجنحتها حيث طلع على الوسائلية المادية والبداغوجية المستخدمة في التكوين ليقف في الأخير على التقنيات المستعملة في قيادة وتسيير المدرعات بقاعة المحاكد أبانت الزيارة والأخير لرئيسة مجلسية الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للجزائر عن توافق تام في المواقف والمقاربات بين البلدين بشان الملفات الإقليمية بتأكيد تقارب الرؤى حول الأزمة الليبية وضرورة الذهاب نحو حل توافقي أساسه إجراء الانتخابات مع تنوية الجزائر بالموقف الإيجابي والمتوازن لروما إزاء القضية الصحروية ديناميكية العلاقات الجزائرية الإيطالية وعمق الإرادة المشتركة لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين ترجم مرة أخرى من خلال زيارة الصداقة والعمل التي قادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مؤخرا إلى الجزائر والتي صبت في معين التقارب والسير قدما نحو بناء شراكة استراتيجية حقيقية بين الجزائر وروما زيارة ميلوني التي حملت في طياتها رسائل التجديد والتأكيد على قوة وتمييز العلاقات الثنائية عرفت أيضا توافقا تاما حول عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك على غرار الملف الليبي الذي أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأنه التوافق الرؤى في دعم الحل المقترح لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد فبالنسبة للأزمة الليبي أكدنا على ضرورة التوصل إلى حل توافق أساسه تنظيم الانتخابات ودعم مصار المصالحة الوطنية الليبي في إطار الحوار الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة الملف المالي هو الآخر شغل حيزا في نقاشات الطرفين وعرف توافقا في الطرح الذي يشدد على ضرورة التطبيق الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر مع تمكين الشعب المالي من الدعم السياسي والمالي من قبل المجتمع الدولي وتعزيز دور البعثة الأممية زخم التقارب الجزائري الإيطالي على ضوء زيارة ميرون عكس أيضا على موقف روما من القضية الصحراوية الذي وصفه الرئيس الجزائري بالموقف الإيجابي والمتوازن وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية أنوه بالموقف الإيجابي والمتوازن لإيطاليا الداعي إلى إيجاد حل عادي لهذه القضية في إطار ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة وبما يمكن الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة تطابق الرؤى ووجهات النظر لم يستن القضية الفلسطينية من خلال التأكيد المشترك على الموقف الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومساندته في الدفاع عن حقوقه المشروعة من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضرورة حمل الاحتلال الصهيوني إلى الإنصياع إلى قرارات ولوائح الأمم المتحدة وتمكن دولة فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أعلنت مجموعة صنة راكا الجزائرية وشركة ساسول الجنوب الأفريقية عن إطلاق أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين في إيطاليا وقالت شركة الطاقة في بيان مشترك صدر الأربعاء أنهما تتعاونان في مشروع بسقلية لإنتاج الهيدروجين والغاز الطبيعي منخفض الكربون إلى جانب تخزين وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون المصدر ذاته أوضح أن الهيدروجين والغاز المنتجين باستخدام إطاقة مصادر متجددة سيستخدمان للتخلص من الكربون في موقعي الإنتاج ويمكن استخدامهما لتلبية احتياجات أخرى محتملة في المنطقة الشركتان الأتاني تملكان منشآت في سقلية لم تذكر أي تفاصيل مالية في بيانهما ترسم الاتفاقيات الاستراتيجية المبرمة بين الجزائر وإيطاليا لتحالف طاقوي إقليمي ينشد عبره البلدان لاحتلال الطليعة عالميا ضمن مشاريع تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر وتعزيز مكانتهما في إطار المساعية العالمية لتحقيق الانتقال الطاقوي من الغاز إلى الهيدروجين والطاقات المتجددة ترتسم معالم التحالف الطاقوي الجزائري الإيطالي في شراكة تاريخية تمدد وتعزز من خلالها مكانة الجزائر وحضورها متوسطيا يد ممدودة ومقاربة بين البلدين أضحت نموذجا يحتذا به في بناء العلاقات السياسية والاقتصادية مبادئها المنفعة المشتركة ونتائجها اتفاقيات استراتيجية في مجال الطاقة برؤى استباقية وهي تصدر ملف تصدير الهيدروجين الأخضر اهتمام الجزائر ثورة تخوضها مع الشريك الإيطالي إقليميا مسار تعول عليه الجزائر وروما لبناء قطبة طاقة المستقبل واحتلال الطالعة إقليميا والاعتماد عليه كوقود مستقبلي بعيدا على الانبعاثات مع تحقيق حياد كربوني قطوات استباقية بين الجزائر وروما بداية بإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الهيدروجين من الجزائر إلى روما سيمنح مساحة أوسع للتفاوض مع الطرف الأوروبي سيما مع التحولات الجيوسياسية وأولها الحرب في أوكرانيا تخلى الاتحاد الأوروبي عن الغاز الروسي مما سيوجه الأنظار نحو الجزائر بلعبها دورا أوسع لتغطية جزء من الطلابات الطاقوية بعد أزمة الطاقة التي تعيشها القارة العجوز وتتطلع الجزائر لرفع صادرتها الغازية نحو إيطاليا ومنها إلى أوروبا بقطعها أشواطا مهمة في مجال الانتقال الطاقوي والتخلي تدريجيا عن الغاز في تشغيل محطات الكهرباء وقواعد الحياة الغازية وتعويضها بالطاقة الشمسية بالشاركة مع إني الإيطالية هذا وكلفت الحكومة الجزائرية في وقت سابق وزارة الطاقة والمناجم لصياغة استراتيجية وطنية لتطوير الهايدروجين عبر لجنة وزارية مشتركة وتظهر المعلومات الأولية أن الجزائر تملك إمكانيات كبيرة سيجعلها دولة رائدة في مجال الوقود الأخضر وقعت الحكومة الجزائرية ومنتدى الدول المصدرة للغاز اليوم على اتفاقية تقضي باحتضان الجزائر لمعهد أبحاث الغاز الاتفاقية الموقعة عن الجانب الجزائري من قبل الأمينة العام للشؤون الخارجية عمار بلاني والأمينة العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل تستهدف إنجاز مؤسسة بحثية تعمل على إيجاد الحلول التكنولوجية لتعزيز مكانة الغاز الطبيعي كمورد للانتقال التقويش إن الجزائر العضو المؤسس في منتدى الدول المصدرة للغاز لطالما رفعت وبكل قوة عن مكانة ودور الغاز الطبيعي كعامل حاسم وحيوي في تنمية المستدامة وهي تتشرف اليوم باحتضان هذا المعهد الذي سيعكف على إيجاد الحلول التكنولوجية الفعالة والمبتكرة التي ستمكن من تعزيز مكانة الغاز الطبيعي في عملية الانتقال التقوي وهو دون أدنى شك عربون محبة وثيقة بمكانة الجزائر وبدورها الرياضي في تعزيز الحوار والانسجام بين دول الأعضاء واعتراف بالجهود التي تبدلها لتعزيز وتقوية المنتدى كمنظمة فاعلة على الساحة الدولية هذا وتوقع الأمين الغام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل تواصل الأزمة أو أزمة الغاز العالمية خلال السنوات المقبلة مرجحا ارتفاع طلب العالمي على الوقود لازرق بستة وثلاثين في المائة بحلول الفين وخمسين من المتوقع أن يكون الغاز الطبيعي أكثر أهمية في المستقبل حيث سينبط طلب العالمي عليه بنسبة ستة وثلاثين في المائة بحلول عام الفين وخمسين وستزيد حصته في مزيج الطاقة العالمي من ثلاثة وعشرين في المائة اليوم إلى ستة وعشرين في المائة في عام الفين وخمسين عن أزمة الغاز هي موجودة وكبيرة ونظن أنها ستكون معنا هذه أزمة الغاز في الفين وثلاثة وعشرين وربما تكمل معنا إلا حتى الفين وخمسة وعشرين وستة وعشرين اعتبر الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أن عصرانة الجمارك الجزائرية تعد ضرورة حتمية للتموقع ضمن مصف الجمارك العالمية في ذل مناخ اقتصادي دولي متحرك بن عبد الرحمن وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالعاصمة الجزائر أكد أن التموقع الاستراتيجي لجهازية الجمارك الجزائرية كحامل للحدود جعله يحظى باهتمام خاص لدى السلطات العليا للبلاد بالنظر للمهام التي يؤديها من خلال الصهر الدائم على تطبيق التشريع والتنظيم على الحركة الحدودية للأشخاص والبضائع في المغرب يعيش المهاجرون غير الشرعيين القادمون من جنوب الصحراء الكبرى أوضاعا اجتماعية مزرية خاصة جراء توسيع النظام المغربي حملة تعنيفهم واعتقالهم بطرق تفتقد للانسانية يتهد في وقت لا تزال احداث مجزرة مليليا التي رحض حيتها عشرات المهاجرين الأفارقة قبل أشهر تؤرق القصر الملكي بفعل التطورات التي تعرفها القضية يفترشون سكة ترامواي ومأواهم أجزاء محترئة من الزنك لسخف فيها سوى سماء تؤنس وحشتهم وتخط روايتهم البائسة ليلا أما نهارهم فيؤرخ معاناتهم اليومية مطاردة بوليسية وتعنيف يقطع رحلة بلا آفاق لملء ساعات أيام تتشابه فيها التفاصيل حتى لا يكاد يعرف خميسهم من جمعة هو حال عشرات المهاجرين الأفارقة اختاروا رسيف الموت بالقرب من محطة حافلات بالدار البيضاء المغربية مستقرة لقربها من نقطتي عبور إلى أوروبا رغم مخاطرها عثمان مهاجر سينيغالي رهن حياته بحثا عن حياة يحلم بها في الضفة الأخرى لكن الأقدار ساقته إلى طريق مجهول لأمل فيها حتى لإسكاة قرقرة بطن ونزعة عنصرية تقتل ما بقي فيه من حياة كل المهاجرين هنا يعانون المشكلة هي أن هناك الشرطة كل يوم الشرطة تزعجنا لمدة أسبوعين كل يوم كل صباح كل ظهر كل مساء جحيم قلص أحلام عثمان ورفاقه فبات كل منا عودة قريبة إلى الديار هناك العديد من الجنسيات الإفريقية المختلفة هناك غنيون سينيغاليون يعيشون هكذا هذا ليس جيد نحن نطلب من السلطات المغربية مساعدتنا وإعادتنا إلى الوطن كل المهاجرين الذين يأتون والذين يغادرون المحطة يعيشون هنا وينامون بالخارج لا يوجد مال لاستئجار بيت وحتى عندما يكون لدينا مال لا يقبل الناس ذلك الإحصائيات الرسمية المغربية تؤكد أن شرطة المملكة ألقت القبض على أكثر من 32 ألف مهاجر واعتقلت 566 شخصا العام المنصر في وقت تتهم المنظمات الحقوقية نظام المخزن بالتعسف في حقهم اعتقالا واعتداءا مرات وبالقتل أحيانا أخرى وتطالب بإدماجهم في مراكز إيواء مؤقتة تلك قصة جحيم ترى في عيون مهاجرين في المغرب تسعيرها سلوكات نظام مغربي لا يعرف للرحمة سبيله فتزيد سجل القصر الملكي الحالك منتهاكات حقوق الإنسان سوادا منتهاك حق الحياة في لبنان اعتصم أهالي عدد من ضحايا انفجار مرفأ بيروت الخميس أمام قصر العدل دعما لمسار التحقيق الذي يقوده المحقق القضائي طارق البيطار وتدخلت قوات الأمن اللبناني لمنع المحتجين من محاولة اقتحام قصر العدل ووقع تدافع بين الأمن والمحتجين الرافضين لمحاولة عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 220 شخصا وأشعل استئناف المحقق القضاء التحقيق معركة غير مسبوقة في صلب الجسم القضائي اللبناني بعد رفض قضية التحقيق في قضية الانفجار المثولة أمام النائب العام التميزي والذي دعا على البيطار متهما إياه بالتمرد على القضاء في موضوع آخر اعتبرت رئاسة الروسية إرسال دول غربية دبابات إلى أوكرانيا بمثابة تورط مباشر في النزع المتحدث باسمي الكريملين ديمتري بيسكوف قال إن الوعود الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات غربية دليل على التورط الأمريكي والأوروبية المباشر والمتزايد في السرع يأتي ذلك في وقت كثفت فيه روسيا ضرباتها قرب العاصمة الأوكرانية عبر إطلاق أكثر من خمسة وخمسين صاروخا من جهته جدد الرئيس والوكراني فولوديمير زيلنسكي رفضه إجراء مفاوضات مع روسيا قبل انسحاب القوات الروسية زيلنسكي وفي مقابلة أعلمية اعتبر أن المحادثات لن تكون ممكنة إلا إذا انسحبت روسيا أو إذا سحبت روسيا جنودها واعترفت بما اسمه خطأ موسكو في أوكرانيا وتم تشكيل حكومة جديدة في موسكو إلى أخبار الشان بعد هذا الفاصل يواجه المنتخب الجزائري نظيره ليفوري هذا الجمعة بملعب نيلسون مونديلة بجزائر العاصمة برسم مباريات ربع نهائي بطولة إفريقيا للعابين المحليين مباراة يأمل من خلالها شبال المدرب مجيد بوغرة في تخطي عقبة تلفية الإفورية ومواصلة حلم التتويج الإفريقي عقارب الساعة هذا الجمعة ستضبط على توقيت مباراة الجزائر كوديفور رجال المدرب مجيد بوغرة على بعد تسعين دقيقة من بلوغ المربع الذهبي لبطولة أمم إفريقيا لللاعبين المحليين ثلاثة انتصارات في الدور الأول وضعت المنتخب الجزائري في خانة المرشح فوق العادة للتتويج باللقب الإفريقي الغائب عن خزائن الكرة الجزائرية دفاع متماسك وهجوم دائما ما يدك شباك الخصوم يطمح للسير على خطى المنتخب الأول الحائز على كأس أمم إفريقيا 2019 بالأراضي المصرية وإثبات أن الكرة الجزائرية لا تزال تنجب الأبطال رغم مرور السنين وتعاقب الأجيال عودة المدافع أيوب عبداللاوي وشعيب دبيح من الإصابة أسلحة أخرى بيد المدرب مجيد بقرة الذي يعول على كتابة سطر جديد من تاريخ الكرة الجزائرية وهو الحائز على تتويج تاريخي ببطولة كأس العرب العام 2021 في الجهة المقابلة يطمح المنتخب الإفواري إلى مواصلة المغامرة رغم صعوبة المأمورية وهو الذي تأهل بشق الأنفس في آخر مواجهة له في دور المجموعات على حساب المنتخب الأغندي إذن الطريق نحو ملعب ميلود هدف بوهران مصرح النصف النهائي يمر عبر الإطاحة بالفيلة الإفوارية المهمة لن تكون سهلة لكن مع تواجد اللاعب الثاني عشر فوق المدرجات تختزل كل الأمان والرغبات في كلمة واحدة هي التأهل وفي المواجهة الثانية المقررة نهر الغد يستعيد المنتخب السنغالي لملاقات موريتانيا في ربعينها الشان على ملعب التاسع عشر مايب بعنبا احتفلت السنغال وابتهجت بعودة منتخب أسود تيرنغا إلى بطولة إفريقيا للمحليين بعد غياب طويل بلغ 11 سنة كاملة المشاركة الثالثة للمنتخب السنغالي في الشان اختلفت في شكلها ومضمونها عن المشاركتين السابقتين بدخول المدرب بابتيا وأشباله البطولة بروح المنتخب الأول الحائز على لقب كأس أمام إفريقيا في نسختها الأخيرة نحن سعداء جدا لأننا حققنا الهدف كنا نرغب بلعب دور ربع نهائي بشدة وهذا ما حصل اليوم تأهلنا من مجموعة الموت خاصة وأننا أنهينا المرحلة في المرتبة الأولى وكما قلت قبل بداية الدورة السنغال ستحول كلمتها في هذه البطولة مسؤولية متشريف الكرة السنغالية المحلية والسعي نحو الذهاب بعيدا في طبعة الجزائر ترجمها الوجه المشرف لزملاء القائد شيخ دياي في الدور التمهيدي والدرس الذي رسخته الأقدم السنغالية الشابات أمام خبرة منتخبات المجموعة السنية يتقدمهم بطل الشان مرتين الكونغو الديمقراطية أدفنا الرئيسي هو أحراز اللقب سنسير البطولة مباراة بمباراة التنظيم المحكم للجزائر والظروف المواتية لشتر منتخبات الإفريقية زادا رغبة السنغاليين في العودة بالكأس وتزيين خزائن المنتخب بلقب قري آخر سافرت إلى جميع أنحاء العالم وحضرت 11 طبعة من كأس إفريقيا بالإضافة إلى بطولات الشان وتلاث كؤوس عالم حقيقة شان الجزائر أكثر من رائع والتنظيم جيد للغاية إنها أحسن طبعة على الإطلاق النهائي سيجمع بين الجزائر والسنغال ربما يجب أن نأخذ الكأس معنا إلى السنغال جئنا هنا لمساندة المنتخب السنغالي وتشجيعه لمؤصلة التقدم ولما لا تأهل إلى الدور النصف النهائي وبعدها النهائي المشجعون هنا حتى لو أمطرت أو تسقطت الثلوج وكانت تقص باردا نحن هنا خلف المنتخب دخول التاريخ وكتابة سطر جديد في سجلات الكرة الإفريقية سيلبي نداء قلوب جماهير أسود تيرانجا ويوازن بالشان بين المنتخب المحلي بقيادة بابتياو والمنتخب الأول بقيادة عليوسيسي الفائز بلقب الكان على مر الأزمان بقيت المرأة القسطنطينية أنيقة في مظهرها محافظة على أصالتها ورقتها بلبس تقليدي يبدي زينتها ويصورها في ثوب ملكة رغم بسطتها لباس عمر لقرون خلت نتعرف علي في هذه الورقة لا يتيه المتعلق بأصالته لا بل يتشبث بها أكثر يعشق تفاصيلها ويعيش تصاميمها وروعتها لأنه إرث متوارث أبا عن جد وحكايتنا تبدأ من هنا من هاتين القطعتين اللتين جاوزت سنوات حياكتهما القرن من الزمن وتجلت بعدها القطع الأخرى بلمسة عصرية محافظة على الأصل تاريخ القندورة القسنطينية عريق كنقولك عريق في قسنطينة موجودة منذ القدر باحثين يعني متخصصين أساتدة ماشيين في البحوت الدور كرانا وصلنا لتقريب خمس قرون القندورة موجودة خمس قرون كنقوله خمس قرون معناها قبل المجيء قبل المجيء العثمانيين تتعدد التسميات بين الفرغاني والمجبوط وبينهما تختلف الحياكة والخياطة وتتوحد الجهود في الإبقاء على هذا الإرث لتتوارثه الأجيال هذا التحف يفوت عمرهم مئة سنة قرن رأى فاسي الموسيكات جينراسية ربع أجيال يعني تعاقبت على هذا الكين مواقف صرات في دخول كمثال كمثال في دخول العثمانيين للجزائر أهدي لهم أفطان مطرس بالدهر فبالتالي كي يعودوا أمهات الكتب يتكلموا عن الأمور هذه بللي أهديها للأمير الفلاني ولا للشخص الفلاني في القرن الفلاني هذه تكفي هنا الزليج والقطع الأصلية من اللباس القسنطيني العريق يتقاطعان تحت سقف بطراز عاصمي ليشكل فسيف ساء جزائرية بحتة ختامها من ليس له ماضي لا مستقبل له بهذا نصل لمشاهدنا إلى ختام النشرة الرئيسية نشكلكم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة